أهلا بكم أهزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن قرحة المعدة والإثنى عشر اللي هي بيبتيك ألسر ديزيز المعدة طبعا كلنا عارفينها اللي هي قدامنا دي والإثنى عشر المقصود بيها الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة اللي بيكون متصل بالمعدة فالقرحة سواء هنا أو هنا بنقول عليها بيبتيك ألسر ديزيز وطبعا من أشهر أسباب القرح دي هي الـ H-Pylori أو جرثومة المعدة وكمان استخدام المسكنات لفترات طويلة يلا بينا ندردش شوية على الموضوع ده وما تنساش اعمل لي لايك للفيديو قرحة المعدة اللي احنا بنتكلم عنها دي حاجة غير الجستريتس العادية الالتهابات العادية اللي بتحصل في جدار المعدة مثلا احنا بنتكلم عن قرحة قرحة زي القرحة اللي بتيجي في الفم اللي كلنا عارفينها بيكون في قرحة في المعدة أو في الـ 12 وعشان كده التشخيص بتاعها بيكون غالبا بالمنظار يعني ما تقدرش بمجرد الكشف بالسماعة وبمجرد الأعراض تقول إن المريض ده عنده قرحة في المعدة لأن أعراضها بتتشابه كتير مع أعراض التهابات المعدة العادية ومع ممكن ارتجاع المريء وغيرها من المشاكل والقرحة ممكن تحصل لما طرق الدفاع بتاعة المعدة تنهار احنا عارفين إن المعدة بتفرز حمض الحمض ده مهم جدا عشان هضم الطعام طيب ليه الحمض ده مش بيدر المعدة نفسها لأن المعدة لها طرق حماية طرق الحماية دي زي مثلا إن هي بتفرز مخاط المخاط ده بيبطن المعدة من الداخل وبالتالي يحميها من الحمض كمان بتفرز بايكارب برضو ده بيحميها من الحمض كمان خلايا المعدة من الداخل متصلة ببعضها البعض بشكل جيد فبتعمل عازل إن الحمض ده يتخل خل بينها للطبقات العميقة كمان في حاجة اسمها الإحلال معناها إن لو حصل إصابة في جزء من جدار المعدة بيتم إحلاله بسرعة بخلايا أخرى سليمة فكل الطرق دي وظيفتها إن هي تحمي المعدة من الأحمض فكرحة المعدة ممكن تحصل لو حصل خلل في هذه الطرق والمعدة ما بقتش قادرة تحمي نفسها بشكل كويس وبالنسبة للأعراض فإحنا قلنا الأعراض متشابهة مع حاجات تانية أشهر حاجة بتيجي وأشهر حاجة العيان بيشتكي منها هي الإبيجاسترك بين أو ألم في فم المعدة بنقول عليها المنطقة دي كده بالعربي فم المعدة حرقان أو وجع في فم المعدة أو حموضة ده أشهر حاجة بيشتكي منها المريض اللي عنده كرحة معدة بيميز شوية قرحة المعدة أن الألم اللي بييجي في المنطقة دي بيكون بعد الأكل مباشرة أما لو كانت الكرحة في الاثنى عشر فبيكون الألم بعد الأكل بساعتين طبعا دي مش قعدة مية في المية لكن في الغالب يعني بيكون بالشكل ده كمان العيان ممكن يشتكي من حاجات تانية بقى زي مثلا التجشق بيتكرع كتير غثيان قيق يعني ألم في الصدر كده أو صدره مش مريحه ممكن العيان يحصل له أنيميا بسبب أن الكرحة دي بتنزل دم بتنزف على المدى الطويل فيبدأ يشتكي من تعب وإرهاق صداع نهاجان ضربات قلبه بتزيد حاجات كده بتاعة الأنيميا ممكن الكرحة دي لو بتنزف بشكل كبير العيان يشتكي من قيق دموي هماتيمسز أو ميلينا يعني العيان بينزل براز اسود عشان فيه دم مهضوم وفي بعض الحالات اللي بيحصل فيها برفريشن يعني القرحة دي تختارك الجدار كاملا ويحصل صقب في الجدار المعدة أو الجدار الاثنى عشر العيان بيشتكي من سيفير أكيوت بين ألم شديد جدا مفاجئ وغالبا بيسمع في ظهره ودي طبعا حالة طوارئ جدا وحالة خطيرة وفي حاجة اسمها ألارم ساينز يعني علامات لو موجودة خلي بالك من العيان ده العيان ده ممكن يكون فيه مشكلة كبيرة العلامات دي زي bleeding النزف لو العيان بينزف زي ما قلنا بيرجع دم أو بينزل دم في البراز دم اسود لو العيان وزنه بيقل لو العيان عنده قيء أو vomiting باستمرار ومش راضي يقف لو العيان عنده تاريخ مرضي في أسرته إن عندهم سرطان في الجهاز الهضمي لو العيان عنده progressive dysphagia يعني مش عارف يبلع والموضوع ده بيزيد معاه باستمرار أو داينوفيجيا يعني فيه ألم في البلع والموضوع عمال يزيد باستمرار الحاجات دي كلها علامات خطر تخلي بالك من المريض بتاعك ولما تيجي تفحص المريض اللي عنده بيبتيك ألسر ففي الحالات البسيطة مش هتلاقي حاجة بالكشف ممكن تلاقي بس شوية abdominal tenderness شوية ألم في جدار المعدة لما تضغط عليها لكن لو العيان معا بيرفريشن يعني حصل ثوكب في هذه القرحة فالعيان هيبقى عنده severe أبدو من البين وهتلاقي فيه معاة guarding وريجيديتي والفرق بينهم إن guarding ده يعتبر يعني هو بنفسه بيشد عضلات بطنه عشان يتجنب الألم أما ريجيديتي معناها انفليانتري يعني هي كده كده عضلات بطنه مجدودة بسبب الإريتيشن وبسبب الألم مش هو اللي شديدها بنفسه كمان ممكن تلاقي علامات الأنميا زي سرعة ضربات القلب مثلا كمان لو الحالة جديدة والعيان في سيبتك شوك مثلا ممكن تلاقي سرعة في ضربات القلب ممكن تلاقي انخفاض في ضغط الدم وهكذا لكن الحالات البسيطة زي ما قلنا مش هتلاقي فيها حاجة إيه الحاجات اللي بتعمل كرحة في المعدة؟ إيه السبب؟ السبب الأشهر والأعام هو جرثومة المعدة H-Pylori حاجة مزعجة جدا وعلاجها رخم وممكن تسبب كرحة في المعدة أو الـ 12 عند بعض الناس السبب الثاني المشهور برضو هو استخدام المسكنات Non-steroidal anti-inflammatory drugs عيان عنده مشكلة في العظام عنده خشونة أو عنده أي مشكلة فطبعا خد مسكنات ممكن بكمية كبيرة شوية لفترة طويلة ممكن المسكنات دي تعمله كرحة في المعدة الناس اللي بتاخد أسبرين يقولك أسبرين أطفال ممكن يكون سبب في بعض الناس دول من أشهر الأسباب لكن في أسباب تانية زي مثلا الجينات زي نظام حياة الشخص السمنة مثلا بيبقى ليها دور شوية الناس اللي بتشرب كحليات التدخين ليه دور شوية الكافيين اللي موجود في الشاي والقهوة يعني بيقولوا ممكن يكون ليه دور من الأسباب المهمة جدا تاني لقرحة المعدة هي الاسترس أو الضغط سواء ضغط نفسي أو عضوي عيان عنده مشكلة نفسية كبيرة ممكن يحصل له ألثر أو كرحة في المعدة أو الاثنى عشر حتى بنقول عليها استرس ألثر عيان داخل عمليات في خايف جدا عيان عمل حدثة عيان حصل عنده بيرن أو كان اتحرق أو في حروق العيانين دول كلهم بيبقوا عرضة للسترس ألثر أو كرحة المعدة والاثنى عشر في بعض الأسباب التانية اسمها بعض الأسباب أو الأمراض التانية اللي ممكن تكون سبب في كرحة المعدة والاثنى عشر لكن أشهر ثلاث أسباب تقريبا هم جرثومة المعدة المسكنات والسترس الفحوصات هتعمل ايه فحوصات عشان تشخص وتقيم قرحة المعدة التشخيص غالبا بيكون بالمنظار أبر جي آي اندسكوبي لأن المنظار بيدخل وبيشوف بنفسه القرحة وبيشوف عددهم كام كرحة لأنهم ممكن يكونوا أكتر من واحدة وحجمهم وشكلهم وهل بينزفوا في نزف منهم شديد ولا نزف بسيط ولا لا بيقيم كل الحاجات دي وكمان الوصف ده بيفرق إلى حد ما بين القرح الحميدة والقرح الخبيثة كل واحدة فيهم بيبقى ليها مواصفات شوية زي ما انت شايف وكمان بناخد منهم عينات عشان نحللها ونفرق بين القرح الحميدة وبين القرح الخبيثة أو المالجنانسي أو السرطانات وكمان العينات بناخدها عشان نشوف فيها جرثومة المعدة ولا لا فالمنزار حاجة مهمة جدا طبعا كمان الاتش بيلوري تاستنج أو تحاليل جرثومة المعدة طبعا كل اللي جاي يشتكي بأعراض زي دي لازم نعمله تحليل جرثومة المعدة في حاجة اسمها يوريا بريث تاست تحليل كويس جدا بس غايل شوية وممكن يكون مش متوفر في كل الأماكن ممكن نعمل فيك الانتجين تاست اللي هو تحليل البراز بتاع جرثومة المعدة ممكن بايوبسي بيزد تاست يعني العينات اللي احنا خدناها بالمنزار برضو بنحللها ونشوف فيها جرثومة المعدة ولا لا زي ما قلنا وطبعا بعد العيان ما بياخد العلاج بتاع جرثومة المعدة بعد شهر من نهاية العلاج بنعمل تحليل جرثومة المعدة مرة تانية وطبعا لازم نكون نوقفين البي بي آي اللي هي الأدوية بتاعت الحمودة زي القوميبرازول مثلا قبل التحليل بأسبوع أو اتنين العيان طبعا ممكن عمل له صورة دم كاملة عشان يشوف فيه أنيميا ولا لا وظائف كلا وظائف كبد ممكن اميليز ولايبيز لو أنا شاكك في بنكرياتيتس مثلا اللي هو التهاب في البنكرياس ممكن ايرن بروفيل أو تحاليل الحديد عشان أقيم برضو حالة الحديد في جسمه وفي الحالات الشديدة اللي فيها مثلا بيرفوريشن أو فيها نصف جديد أو العيان في الاي سي يو أو العناية المركزة ممكن طبعا أعمل له اي بي جي أو غازات في الدم الشرياني ممكن لو العيان شاكك إن عنده بيرفوريشن عنده ثقب في هذه القرحة أعمل له شيست اكس راي أشاعة عادية على الصدر عشان أشوف لو فيه فري اير أندر دايفرام بيعرفنا إن فيه بيرفوريشن وأحيانا أعمل له سي تي أو أشاعة مقطعية فيه فحص كمان اللي هو أنجيو جرافي ممكن أعمله لو العيان بينزف بكمية كبيرة ومش قادر أدخل بالمنزار فالفحص دا بنعمله عشان نشوف مصدر النزف دا ايه ونتحكم فيه بعد كده علاج كرح المعدة العلاج بيكون على حسب الحالة وشدتها وأعرضها وفي كل الحالات تقريبا لازم هنستخدم حاجة اسمها بي بي آي حاجات زي الأومبرازول واللانسبرازول اسمه برازول رابيبرازول دو الأدوية أمان وفعالة وبنستخدمها تقريبا في كل الحالات يعني أيا كانت شدة الكرحة هنستخدم معاها بي بي آي حتى لو العيان عملنا له جراحة حتى العيان لو دخل منزار برضو هنستخدم معاها بي بي آي كان فيه أدوية قبل كده اللي هي اتش تو بسيبتور بلوكرز زي الفاموتيدين والسيميتيدين وهكذا موجودين لحد دلوقتي وشغالين لكن البي بي آي اللي هي البروتون بامب انهيبتورز أقوى وأكثر أمانا وأكثر فاعلية والاعتماد عليهم دلوقتي ولو العيان حالته بسيطة بنديهم أورال عن طريق الفم ممكن من 6 ل 8 أسابيع أما لو العيان حالته جديدة عنده نزف جديد أو بيرفوريشن أو محجوز في الاي سي يو فبنديهم وريد بندي 80 ميلي جرام أمبرازول مثلا بولس وبعد كده بنمشي إنفيوجن بمعدل 8 ميلي جرام في الساعة لمدة 72 ساعة وبعد كده نبدأ نديله أورال عن طريق الفم زي ما قلنا مدة العلاج الأساسية حوالي 8 أسابيع لكن في بعض المرضى نمشي فترات أكتر من كده على حسب السبب وممكن بعض المرضى للأسف نستمر عليهم لفترات طويلة جدا زي عيان مثلا عنده جرثومة المعدة ومش عارفين نتخلص منها لأن زي ما قلنا الجرثومة دي رخمة شوية في علاجها وأحيانا بيبقى فيه ريكرانس بترد تاني وتيجي تاني للمريض فبعض المرضى مش قادرين نتخلص من الـ H-Pylori ممكن نستمر علي بعض المرضى مش قادرين نوقف المسكنات معاهم لأي سبب فهنستمر علي الـ BBI وهكذا لو السبب مش عارفين نتخلص منه هيبقى إجباري علينا إن احنا نديره BBI عشان نحمي المعدة بتاعته يبقى أول نقطة في العلاج هي الـ BBI النقطة التانية في العلاج هي علاج السبب يعني مثلا لو كان السبب جرثومة المعدة H-Pylori Infection في الحالة دي لازم نعالج جرثومة المعدة في كذا بروتوكول في العلاج في علاج رباعي في علاج رباعي وفي علاج ثلاثي البروتوكولات قدامك هيب المدة بتاعتهم والثلاثة إلى حد ما متقاربين في النتائج بنماشي العيان من 10-14 يوم وبنعيد التحليل زي ما قلنا بعد شهر من نهاية العلاج وإذا كان السبب إن العيان بياخد مسكنات non-steroidal anti-inflammatory drugs فلازم نوقفها طبعا إذا قدرنا نعمل كده أو نقللها قدر المستطاع أقل جرعة ممكنة أو نغيرها لأقلهم ضررا نختار حاجة زي selective COX-2 inhibitors وطبعا زي ما قلنا هنستخدم الـ BBI معهم كمان لازم نظبط نمط الحياة بتاع الشخص يعني لو وزنه زيادة يقلل وزنه لو بيشرب كحليات يوقفها لو بيشرب شاي أو قهوة كتير يوقفها لو بيتدخن يوقف التدخين وهكذا بعد كده في حاجة اسمها endoscopic therapy يعني العلاج بالمنذار إحنا قلنا المنذار مهم في التشخيص لكن بعض الحالات نبدأ العلاج باستخدام هذا المنذار زي مثلا كرحة وفيها نزيف active hemorrhage لازم التدخل وقتها بالمنذار visible vessel لو في وعاء دموي مرئي فممكن يحصل فيه نزف فلازم برضو نتحكم فيه بالمنذار لو فيه fresh overlying cloth يعني فيه حاجة كده زي غطاء أو جلطة بس fresh شوية مغطية الألثر دي فممكن تنزف مرة تانية مواصفات معينة لازم المنذار يبدأ العلاج فيها فورا والعلاج بالمنذار بيبقى فيه كذا نقطة يا إما حاجة اسمها injection therapy بيحقن مادة عشان نوقف النصف ده زي الإبنفرن يا إما coagulation therapy بيوقف برضو النصف عن طريق الحرارة أو طرق تانية فيه كمان الهيموستاتيك كليبس نركب كليبسات كده عشان نوقف هذا النصف فيه argon plasma coagulation وغيرها من الطرق المنذار بيبقى ليه دور في العلاج في النقطة دي وبرضو زي ما بننبه إن برضو بنستخدم BPI مع المنذار النقطة الأخيرة في العلاج وهي الجراحة يعني العيان يحتاج يدخل عمليات ونعمله جراحة إمتى نحتاج الجراحة بقى؟ لو المنذار لوحده مش قادر يتحكم في هذه الكرح النازفة النازفة والمنذار مش قادر يتحكم فيها أو لو عملنا للعيان منذار مرتين وبرضو لسه الكرح ترجع تنزف مرة تانية في الحالة دي العيان يدخل جراحة لو العيان عنده perfuration لو حصل صوب في كرحة المعدة أو الاثنى عشر لازم جراحة لو العيان مع ماليجننسي أو سرطان لازم جراحة طبعاً وغيرها من المضاعفات اللي أحياناً نحتاج فيها جراحة حاجة زي الفستيولة مثلاً أو قناة غير طبيعية تكونت من المعدة أو من الاثنى عشر لأي مكان تاني بنحتاج جراحة برضو وطرق الجراحة مختلفة على حسب مكان الكرحة وعلى حسب المشاكل اللي فيها في كذا طريقة للجراحة يعني مش هنتكلم عنها دلوقتي لكن طبعاً حتى مع الجراحة بنستخدم بي بي آي البي بي آي مع كل الخطوات تقريباً وأخيراً حابب أقول أن العيان اللي حالته جديدة اللي عنده نسف جديد أو عنده برفريشن أو هيمو دايناميكلي أنستيبل العيان ده بيتحجز عناية مركزة وبنخلي بالنا منه زي أي عيان عناية مركزة يعني الـ يكون راكب الكانيولا ونبدأ محليل ولو العيان لسه ضغط واطي بعد 2 لتر من المحليل الكريستولويد محلول ملح أو رينجر مثلاً في الحالة دي نديله دم العيان ده نحمل بتاعه ولو محتاج نركب له نركب له العيان ده نعمله نركب له ونسحب الدم اللي جوة عشان نخلي المعدة مقفولة وفضية والعيان ده طبعاً هنعمله ABG ونعالج الأسيدوزيس أو الحامضية لو موجودة وكمان هياخد بي بي آي برضو آي في عن طريق الوريد زي ما قلنا وكمان هنرائب إخراج البول بتاعه ولازم يكون معدي نص ميلي ليتر لكل كيلو من وزن العيان في الساعة لازم نحافظ على عشان ما يحصلش أكيوت كيدني انجري أو فشل في وظائف الكلا ونعمل منترينج للعيان عموماً يعني رائب حالة العيان عموماً زي أي عيان عناية مركزة كمان العيان لو كان معها بيرفوريشن فلازم نتديله مضادات حيوية واسعة المجال لحد ما نبقى ناخد عينات أثناء الجراحة لتحليلها وعمل مزرعة وحساسية عشان نشوف إيه المضادات الحيوية المناسبة لهذا المريض وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم